اشتركوا في القناة تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع للذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راجوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليقول لهم عضوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ولا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لولا أن ربقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوه مطل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفة يترقه فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأدس إن تريد أن أخرج إني لك من الناصقين فخرج منها خائفة يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربه أن يهدي نساء السبيل ولما ورد ما أمدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم مرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظهر فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تنشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأترني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة في البقعة المباركة من الشدرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنع القعصاك فلما رآها تهتزك أنها جان ولا مدبرا ولم يعكب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك ببهانان من ربك إلى فدعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم القالبون سنشد عبدك بأخير سنشد عبدك بأخير